موجز الأخبار من يمن شباب أهلا بكم قالت مصادر محلية أن ميليشيا الحوث الإرهابية استهدفت مجددا مناطق سكنية جنوبية منطقة العود إلى الشمال الغربي من محافظة الضالع وأضافت المصادر أن الميليشيا استهدفت بشكل عشوائي ومكثف قراء الخرازة وحمان والقراء المحيطة في منطقة العود المحاذية لمحافظة إب يوم أمس الجمعة أوداء لغم حوثي بحياة طفل يبلغ من العمر تسع سنوات أثناء ما كان يقوم بجمع الحطب لعائلته جنوبية الحديدة الأكثر تلوثا بالألغام التي زرعتها الميليشيا الإرهابية الحادثة وقعت يوم الجمعة في منطقة الجاح الأسفل التابعة إداريا لمديرية بيت الفقيه امتدادا لسلسلة حوادث مماثلة سجلت الأسبوع الماضي وراح ضحيتها ستة أطفال ما بين قتيل وجريح اعتدى قيادي بميليشيا الحوثي الإرهابية على برلماني تابعا للميليشيا في صنعاء داخل مجلس النواب اليوم السبت وقالت مصادر مطلعة إن القيادية الحوثي المكنة أبو نصار اعتدى على البرلماني التابع للميليشيا والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام يحيى القاضي وحاول طعنه بالجنبية التي كان يرتديها بسبب مطالبة القاضي باستجواب وزير المالية لدى الميليشيا بشأن نهب رواتب الموظفين تظاهر موظفون في كهرباء عمران للمطالبة برحيل قيادي حوثي يعمل على فصل الموظفين واستبدالهم بأقاربه وقالت مصادر محلية في عمران ليمن شباب إن العشرات تظاهروا أمس الجمعة أمام الإدارة العامة لكهرباء منطقة عمران مطالبين برحيل القيادي الحوثي عبدالله الميموني الذي نهب رواتبهم وفصل نحو 22 موظفا بشكل تعسفي أطلقت السلطات في محافظة المهرة حملة توعية واسعة بمخاطر مادة الحشيش المخدر في ظل تنامي تجارة المخدرات والترويج لها في عدد من مناطق البلاد خاصة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية وضمن برنامج الحملة أقامت أندية المحافظة مباراة ودية جمعت كافة فرق مركز المحافظة وحملت قمصان الفرق المشاركة شعارات وعبارات تعرف بمخاطر المخدرات دمتم أعدام اليمن بألف خير إلى اللقاء